طب نزعل؟ آه من حقنا ان احنا كمصريين نزعل ونتدايق جدا 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 على المنتخب لانه كان يستحق والله انا بشوف ان المنتخب كان يستحق ان يفوز بهذه البطولة حتى ارضاءا للمصريين تخيل حضرتك ان في جمهور بيسافر خمس ست ساعات رايح ويقعد في التيارة ويقعد في المطار ويشوف المباراة ويرجع خمس ست ساعات تاني في نفس اليوم علشان لمجرد ان هو يتفرج على منتخب بلده بصراحة قليل قوي لما شوفها بتتعامل دي ولكن الجمهور المصري النهاردة كان هناك بالألوف ألوف الناس كانوا موجودين النهاردة لمسندة المنتخب ولعبة المنتخب الحقيقة معظمهم كانوا قد ايه فرحانين بهذه المسندة لما كنت بتكلم مع اي حد فيهم الفترة اللي فاتت كلهم كانوا بيقولوا لي ان احنا سعداء بالناس اللي بتيجي فانا الحقيقة بشكر لعبة المنتخب وجهة نظري انا بشكر لعبة المنتخب الوطني وبشوف ان هما قدوا ما عليهم خلال شهر كامل من في هذه البطولة وكل التحية الحقيقة لكارلوس كيروش كل التحية لكل اللاعبين اللي موجودين كانوا رجالة كان عندهم عزيمة كان عندهم اسرار شوفنا ده في كل المطشط بعيدا عن الاداء الفني ممكن نختلف ونتفق ممكن نقول انني مش عارف ايه ممكن نقول محمد صلاح كذا ممكن نقول كذا كذا ولكن الكل يتفق على شيء واحد وان هؤلاء اللاعبين يستحقوا التحية ويستحقوا التقدير خلال بطولة الحقيقة كانت رائعة بكل المقاييس الحقيقة من ناحية طبعا انها واحدة تنظيمية وكل حاجة لم تكن جيدة في الفتراتها او لغاية ده كلام الكابتن واق الجمعة يعني ان هو قال ان هو حضر خمس او ست بطولات يمكن دي كانت البطولة الاصعب في تاريخه فكان نفسنا ان احنا نكسب هذه البطولة ولكن في النهاية منتخب يستحق التشجيع منتخب يستحق اللم اللي تلمينا عليه حوالين منتخبنا الوطني خلال الشهر اللي فات كلنا اللي بيشجع الاهلي اللي بيشجع الزمالك اللي بيشجع الاتحاد اللي بيشجع الاسماعيلي اللي بيشجع كل الفرق كان ملموم حول منتخبنا الوطني كلنا كنا بنقول برافو يا ابو جبل برافو يا امام برافو يا الونش برافو يا فاتوح كلنا كنا بنقول ان هما دول من افضل اللاعبين في الجانب جو الملعب عشان كده انا بقول لحضراتكم خلينا نكمل في ظهر منتخبنا الشهرين اللي جايين دول ان الشهرين اللي جايين دول مهمين جدا 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 وان شاء الله بهذا الاداء وبهذه الروح وبهذه الرجولة إن شاء الله نصعد مرة أخرى لكأس العالم إن شاء الله القادم في قطر ونشوف إيه اللي حيحصل بقى ساعتها ولكن بنشكر كل الناس الحقيقة اللي كانوا موجودين سواء منتخب سواء اللاعبين سواء الجهاز الفني الكل أدى ما عليه